موضوع جدا شيط موضوع جدا جميل زي ما احنا شايفين مجموعة من العناصر هنتعرف عليها نستخدمها في التصميم ايه هو التصميم التصميم هو التخطيط وننتبه او يا اولاد ويا بنات على موضوع التخطيط لمجموعة من العناصر او تخطيط لرسمتنا اللي احنا هنرسمها بحيس في النهاية تطلع الشكل او يطلع النتيجة فوق الممتازة بازن الله تعالى وتكون شكلها جميل جدا هو دوت ايه التصميم التصميم له عناصر ايوة له عناصر ايه هي العناصر هنتعرف مع بعض عليها دل والوقت بالتفصيل يلا مع بعض نشوفها يا احبائي احباتي طلبة وطلبات الصفة الثالثة الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله موضوعنا النهاردة هيكون عن عناصر التصميم سهل جدا وبكل بساطة هنعرف ايه هي عناصر التصميم فاول عنصر من عناصر التصميم وهو النقطة يعني ايه النقطة طبعا النقطة عبارة عن دائرة دائما النقطة سواء كانت كبيرة او صغيرة بتكون عبارة عن ايه احباتي عبارة عن دائرة كابرت او صغرت طيب الدائرة دي بيكون موجودة في ايه او احنا يا استاذ ايه فايدتها نقول له كويس جدا سؤال جميل فايدة الدائرة ان احنا ممكن نصنع منها او نرسم منها شكل يا احباتي يعني مثلا البرتقال البرتقال عبارة عن ايه دائرة ايه دائرة كبيرة لو لوناها اصبحت عبارة عن دائرة كبيرة غصن مش كده وايه ورقة شجر خاصة بيها تمام طيب لو هنا بيقى في عبارة عن نقاط ايه زي ما اتفقنا ان ممكن يكون فيه نقاط صغيرة ونقاط كبيرة حاجات بسيطة داخل الايه البرتقالة فاصبح كده احنا عملنا من النقطة عملنا منها ايه عملنا منها برتقالة يا احباتي طيب يا ولاد ويا بنات تاني شيء عندنا من عناصر التصميم وهو الخط الخط عبارة عن ايه هو عبارة عن مجموعة من النقاط يعني لو عملت مجموعة من النقاط كده بس بجنب بعضها هتصير ايه هيصبح الشكل عندي عبارة عن خط فالخط عبارة عن مجموعة من النقاط طيب الخط دوت ممكن يبقى عبارة عن ايه ممكن يبقى عبارة عن مثلا بيت فالخطوط هنا كونت لايه بيت طيب الخط دوت يا استاذ هو خط مستقيم ولا خط متعرج ولا خط ايه فيه انواع كتير جدا يا اولاد ويا بنات من الخطوط فيه عندنا مثلا الخط المتعرج والخط المتعرج ده بيكون عامل ازاي يعني عامل كده مثلا غير مستقيم يعني طيب عندنا خط مثلا المنحنة المنحنة مثلا كده تمام عندنا كمان الخط الايه الخط المستقيم عيدل وعندنا كمان الخط الايه اولاد الخط العمودي والخط المائل في عندنا كمان ايه في عندنا كمان يا ابطال ويا بنات عندنا الخط المنكسر يعني الخط المنكسر اللي هو كده زي السبعة والتمانية كده عندنا مثلا الخط اللي هو الايه الخط الحلزوني اللي ممكن يكون لافف حوالين بعضه كده تمام او كده وعندنا كمان ايه عندنا الخط الخط السميك طيب ايه اساس فائرة الخطوط دي? هقول لكم دلوقتي يا حبايبي فائرة الخطوط دي ايه? ان لو فرض ان انا برسم بحر فما ينفعش استخدم الخط المستقيم? ولا ايه يا حبايبي? وما ينفعش استخدم الخط الايه? اللي هو المتعرج? ولكن اخد الخط اللي هو الايه? ها? المموج. اللي شكله عامل زي الايه? زي الموجة. تمام? وابدأ برضو ممكن اعمل دخله كده. عبارة عن موجة اوه. فعرفنا كده ان الشكل الخط بنحتاجه في الرسمة. هو اللي بيوصف الرسمة بتاعي. طيب لو عايز اعمل منزل يبقى عمل بخط مستقيم. زي ما احنا شفنا كده بالخطوط المستقيمة. واضح? طيب لو الخط المنحنى يا استاذ اقول لكم الخط المنحنى نعمله ازاي? المنخط المنحنى ممكن استخدمه واللي يكون مسلا لو حبيت اعمل ورقة ايه? ها? شوفوا معايا كده. ورقة ايه? ورقة شجر. ممتازين. طيب ايه كمان يا استاذ? في كمان عندنا الخط الخط المنكسر. الخط المنكسر دوت بيعمل لنا ايه? لو حبيت مسلا اعمل. شايفين نخلة? ده خط طبعا منحنى. المنكسر فين? اهو. اعمل كمان واحدة. اهيه. فاصبح الخط المنكسر بيعمل لي ايه? السعف الخاص بالناخلة. وهكزا. فكل خط بيبقى لو ايه? وظيفة. وكل الحاجات اللي احنا رسمناها دي يا حبيبي تندرك تحت ايه? تحت عنصر تالت. اسمه عنصر. الشكل. يبقى الاول عندي النقطة. مجموعة نقاط كونت لخط. الخطوط كونت لأشكال. زي ما احنا شايفين. اشكال مختلفة. موجه والورق وغيره والسعف. طيب. في عندي بعد كده رابح حاجة. وهو الايه? رابح حاجة. وهو عنصر اسمه عنصر الحجم. عنصر الحجم. ايه هو عنصر الحجم? عنصر الحجم يعني مساحة الشيء اللي برسمه. اذا كان مثلا كبير. اذا كان صغير. يعني مسلا لو حبيت اسم مسلا وليكن لنخلة او شجرة. تمام? الشجرة دي صغيرة يا زي ما احنا شايفين. طيب لو حبيت اعمل شجرة اكبر. فهكبر اكتر. واصبح كده عندي ايه? عندي شجرتين. واحدة كبيرة واحدة صغيرة. فده الحجم. وهكذا. وكذلك ينطبق على الاوراق والبرتقال. وكل اي شيء او كل حاجة احنا بنرسمها في لحيتنا. بنطبق عليها موضوع الحجم. اما العنصر الخامس من عناصر التصميم يا حبيبي وهو عنصر اللون. يعني ايه فايدوتو يا استاذ? يعني دلوقتي لو احنا عايزين نشتغل او نلون مثلا الشجر دوات ما ينفعش لونه مثلا باللون البرتقالي. ولكن لازم لونه بالايه? بالاخضر. علشان الاخضر هو شكل ايه? هو شكل الشجر. ورق الشجر. ولون الجزع بايه استاذ? ولون الجزع بالبني. فبالتالي انا كده بخلي كل حاجة تاخد شكلها الطبيعي. مين اللي ساعدني في كده? اللي ساعدني في كده الايه? اللون اللي انا بستخدمه. عرفتم? طيب يبقى دوات خاص باللون عارفناه. سادس حاجة وهي الاخيرة يا ولاد من عناصر التصميم يا بنات. وهو عنصر الملمس. يعني ايه الملمس? الملمس هو الاحساس اللي عيني بتترجمه. اول مثلاً ما شوف يعني جزع نخلة. هقول ايه? هقول ديها تارى نخلة ولا سمكة? لا هقول ان ديها تنخلة خاصة لو عملت كده اصبح هنا الملمس لعب دور في انه حسسني ان الجزء دوت مش ناعم الجزء دوت خشن بعكس ملمس مين لو شاطرين كده تقولوا معايا بعكس ملمس مين بعكس ملمس التفاحة لو جينا شوفنا التفاحة هنلاقي ايه ملمسها ناعم ما اقدرش اعمل فيها حاجة تانية ملمسها ناعم فهنا العين قالت ان هنا الجزء دوت ناعم اما الجزء دوت خشن فده يعتبر الملمس مثال تاني لو انا عندي مساحة زي دي كده فاضية هي دلوقت هل تقدروا تحددوا دلوقت ازا كانت هي مثلا بحر ولا رمل مظبوط لو انا عملت بعض الخطوط الخفيفة كده اصبح ايه اصبح بحر طب لو فاضلت بقى اعمل نقط نقط كسفت النقط اصبح ده طبعا مش شكل بحر خالص ده اصبح ايه اصبح عبارة عن حاجة خشنة ممكن يكون رمل ممكن يكون تراب تمام خلاف ما انكوت هنا ماشي بالبحر شايفين كان عامل ازاي فرق ما بين الاتنين من اللي بيحدد الملمس الملمس بيساعد جدا العين ان هي تشوف الشيء بمصدقية باختصار شديد يا ابناء وبنات الطلاب عندنا عناصر التصميم عبارة عن النقطة والخط والشكل والحجم واللون والملمس قلني ايه فيديتهم يا حبيبي حبيبي ان هما لازم يكون نستخدم الحاجات ديت او بتساعدنا الحاجات ديت او العناصر دي بتساعدنا كتير جدا في الرسم من غير النقطة مش هقدر ارسم لو ممكن استخدم معهم الخط فاننا نعمل اشكال من خلال انواع الخطوط المختلفة يا ابناء وبنات الاعزاء كل خط من دول زي ما احنا شفنا بيكون له ايه وظيفة الخط المنحن ممكن اعمل منه ورقة شجر الخط المنحنة والمنكسر مع بعض اعمل منه مساعة في النخيل والاحجام زي ما تعرفنا عليها يا احبائي قلنا الحجم ممكن يكون صغير كبير سميك نحيف ده الحجم وكذلك اللون مهم جدا في التصميم لان اللون بيوصف الشيء خلاص الملمس يا احبائي وقلنا الملمس عبارة عن اه الشيء اللي بيساعد العين على انها تحس بالشيء بسرعة بيميزه وده طبعا الملمس ده يعني بيلمس المشاعر يعني بيخلي الانسان يحس بالاحساس ده خشن ولا ناعم مفيش حد هيقول على ده خشن ابدا ولا هيقول على ده ناعم بالعكس ده اللي ناعم ده ناعم وده خشن وده خشن ده الملمس ده كان موضوعنا النهاردة الخاص بي عناصر التصميم واتمنى ان شاء الله انه يجيبكم وان شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع بسهولة وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا اشتراك في القناة والى اللقاء بكم في فيديو تعليم جديد والسلام عليكم احباتي ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة